بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تشوف هات الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تدعموا هات القناة من بعيد ومن قريب نشكر الناس اللي تخليوا التعليقات زوينا بحالهم ان شاء الله بحول الله وقوتيه بزاك الناس نتحو معهم مواصفات وشكروا القناة نقولهم شكرا جزيلا اليوم غادي نحط واحد صغة من القرآن الكريم هي صورة الليل هي صورة الليل للرزق والحض اليوم غادي نهضره وهضرنا على الرزق بزاك ولكن اليوم غادي نهضره على الحض أحد الناس اللي قمت bijو痕 التفاصل الناس اللي معنديو مش حد في الدنيا الناس اللي معنديو مش حد مع الناس الناس اللي معنديو مش حد في المابالغ المالية اللي بد grupp gras تتساءلوا علاش احنا هكاتنش دول فلوس يمشيوا بالنسبة لهم مكينش حد لا معا لمن عند البعيد ولا القريب وخا يديروا اللي يديروا وخا يكون عندهم يديروا على الشخص اي حاجة ما عندهمش حد اه اذا انحاولو ناخدو صورة الليل ولكن انقروها مثل ايه 19 انا اردو ايه 19 اردو نعودوها 3 المرات هذه للحد والقبول والرزق احنا بغينا الحد وبغينا الرزق وبغينا القبول خاصنا انقروها 40 مرة ولكن ندومو عليها 40 يوم انسان لا بغي حد اللي ما عندوش حد في اوراق اللي ما عندوش حد في الحياة اللي ما عندوش حد في الفلوس اللي ما عندوش حد مع الناس الناس اللي ما عندوش حدود يمشوا للعمل وما تيكونش عندهم حد إذن ناخدو صورة الليل ونمشو الآية 19 الردو الآية 19 الرددها ثلاثة المرات كل مرة من قرها الرددها ثلاثة مرات هي رائعة في الحد حاولوا الدوم عليها مدة ربعين يوم وتحاولوا أنكم هيكون عندكم وحد الحد وحد طاقة إيجابية وطاقة قرآنية سبحان الله النور سيكون على وجهكم وسيكون محدودين مع جميع الناس وقال أبواب سيتحلوا لكم ماديا ومعنويا على حسب القرآن لا يجرب القرآن كله طاقة نورانية وطاقة رحمانية وطاقة إيجابية من عند الله تقرأ كل ليلة ولكن إنتا سنقرأها نقرأها مع مبيل المغرب والعشاء على حسب القدورات نقرأ نقرأها من مورا المغرب حضرت مع العشاء نقرأها من مورا العشاء إذن هي تقرأ مع المغرب نحاول أنني ندوب عليها ربعين يوم نقرأ ونقيد ما من المدة قرأت وغيرتو في واحد طاقة إيجابية وطاقة نورانية سبحان الله العظيم قبل ما ننسى حطت لي واحد سيدة عندها تعليق أنها مصابة مصابة بالسرطان وبغاية تتمنى تمشي للعمرة وبغاية تحج وطلبات من المشاهدين أمانة عليها طلبات من المشاهدين اللي اسمعوا الفيديو يدعي معها وخلوا لها تعليق بأنها دعيتوا معها تنطلبكم وترجع وتنطلب الله سبحانه وتعالى يشافيها ويعافيها ويقول لها الله عوناً ومعيناً هو مرض السرطان هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى الابتلاء الحمد عليه الله ونشكروه لأن الله سبحانه وتعالى ترفع نبيه درجات ويمحي لنبيه سيئات وفي نص الوقت غاديين تشافوا وغاديين تعافوا تنطلب الله سبحانه وتعالى من هذا المكان وهذا الزمان وفي هذا الوقت وفي هذا الساعة تنطلب الله سبحانه وتعالى يقول لك عوناً ومعيناً على مرض السرطان ولكن حاول أنك تقرأي صورة الرحمن صورة الرحمن جيدة في الشفاء في الشفاء في الشفاء وهي تقرأيها وتسمعيها بصوت بصوت هذا عبد البسط عبد السمد خسك بريد تسمطي لها تسمعيها تديريها في الموبايل أو تليفون ديالك وتحاولي أنك تسمعيها كل يوم مرة صباحاً ومرة في العشية نقص الملحة نقص سكر إن شاء الله ناكل البصل البصل بزيان لمرض السرطان ومازال غادي إن شاء الله نحط ووصفها عندي ديال محمد عوض إن شاء الله بحول الله نحاول نحطها وإن شاء الله يكون لك ربي سبحانه وتعالى عوناً ومعيناً من قلبي إلى قلبك والناس اللي غادي يسمعوه وغادي يدعوه معك أنت طلبتك الدعاء وبغيت يتمشي للعمر ربي كريم ربي يسمع الدعاء ديالك وغادي إن شاء الله بحول الله وقوتي ما عدناش علم الغيب ولكن لا يعلم الغيبة إلا الله الله سبحانه وتعالى من يأتيني بقلب سليم الله سبحانه وتعالى غايعرف ما في قلبك وغايعي أتيك بأي حاجة طلبتها عند الله سبحانه وتعالى الله يكون لك عونا ومعينا الله يكون لك سترة ورحمة ويوقف معك في أي لحظة ربي عونا ومعيناك ربي غا يكون لك إن شاء الله شافي عافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما على حسب الأدن أدن المغرب دابا سمعوا الأدن أن الله دعاء مستجاب الدعاء مستجاب الله سبحانه وتعالى قادر أن يشفيك قادر ربي سبحانه وتعالى يرفع الضر في أي لحظة الله سبحانه وتعالى قادر على الشفاء إذن أحبابي في الله هذا الفيديو درته خصوصا على السيدة ولكن حاولت أنني نعطيكم السيغة من القرآن عدن دلها الدعاء تنطلب الله سبحانه وتعالى كلها عونا ومعينا نربي شافيها وعافيها يا ربي وطلبوا لها الدعاء يبغى الدعاء ويبغى تمشي العمرة الله يسهل لك ويسخر لك ما في السماوات وفي الأرض أحبابي في الله ما بقى لي غير نقول لكم دعموني وفعلوا الجرس وتأبونوا عندي حول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ورحمة الله وبركاته